سيداتي والسادة، في إطار الأليات الوطنية والتشريعية والتنفيذية ومصارات الإحالة المعتمدة لحماية المرأة من جميع أشكال العنف والممارسات الضارة انخفضت نسبة ختان الإناث من 21% إلى 14% للفئة العمرية من 0 إلى 19% وللمرة الأولى في مصر، أطلقنا البرنامج التدريبي المجاني المعتمد للصحة النفسية للمرأة وتقديم الدعم النفسي الاجتماعي الأولي للسيدات وفي إطار القوانين والتشريعات، نتطلع لقانون عمل داعم للمرأة يوفر بيئة عمل آمنة ومساندة وتغليد عقوبات الإذاء البدني في إطار الأسرة وكلنا ثقة في صدور قانون أحوال شخصية متوازن يدعم استقرار الأسرة ويحافظ على مكتسبات المرأة وينتصر للمصلحة الفضلة للطفل أمهات وبنات مصر عمرها ما هتقلق ولا هتخاف طول ما هي عارفة أن أبوها وأخوها هو رئيس الجمهورية الحضور الكريم دولياً فازت مصر بعضوية لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة بالأمم المتحدة ونجحت في تخصيص محوراً رئيسي للمرأة ضمن الإطار الاستراتيجي الجديد للشراقة مع الأمم المتحدة وتم إطلاق أيضاً أول مبادرة رئاسية تنفيذية في قمم المناخ للمرأة الإفريقية في إطار مؤتمر الدول الأطراب لقمة المناخ كوب 27 وبالشراقة مع الأمم المتحدة السيدات والسادة ولأن فتياتنا هن المستقبل أطلقنا الإطار الوطني للإستثمار في فتيات مصر برعاية حرم السيد رئيس الجمهورية من قلب الأمم المتحدة وسط الشكر وإشادات أممية كبيرة ونجحت مبادرة دوية نورة لرفع الوعي والتدريب والتمكين والحماية في الوصول إلى ما يزيد على 60 مليون مشاهد عبر الوسائط الإلكترونية و95 ألف مستفيد ومستفيدة في المحافظات سيادة الرئيس اسمح لي أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى دولة رئيس مجلس الوزراء وإلى حكومته على الشرقات القوية والتنسيق والتعاون المثمر في ملف تمكين المرأة كما أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى شركاء النجاح من القطاع الخاص والمجتمع المدني والشركاء الدوليين ولا يفوتني شكر زميلاتي وزملائي عضوات وأعضاء المجلس القومي للمرأة واللجان الفنية والأمانة العامة ومقررات وعضوات الفروعة والمتطوعات والمتطوعين ومنتدى الراحل الدكتور نبيل سمويل للمنظمات الأهلية والواعزات والراهبات والمقررسات والمدربات والمدربين والميسرات الماليات خالص الشكر والتقدير لكم جميعا سيادة الرئيس إن تمكين المرأة والفتاة المصرية هو اختيار وقرار ومصير وهو حق وهذا عهدنا بكم عهد تحقيق لأحلام حدودها السماء كل الشكر والتقدير سيادة الرئيس وكل عام وأنتم بخير